ولا تنكح المشركات حتى يؤمن نزلت هذه الآية في صحابي جليل وكريم اسمه أبو مرثد وهذا الصحابي كان يريد أن يتزوج امرأة مشركة من قريش وهو مسلم ومقيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو في دار الإسلام وعناق مشركة في مكة وكانت عناق امرأة فقيرة مسكينة وكان أبو مرثد يحبها لأنها تملك نصيبا وافرا من الجمال فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستأذنه في ذلك وقال يا رسول الله إن عناق تعجبني وأريد أن أتزوج منها فنزلت هذه الآية يا أبا مرثد لا تتزوج المشركات ولا تتزوج عناق حتى تؤمن ولأمة فقيرة مسلمة في المدينة خير من غيرها من المشركين ترجمة نانسي قنقر